في أجواء رياضية عادية يواصل بطل الجزائر والعرب في الملاكمة لعدة مرات في وزن الواحد والثمانين كيلوغراما تدرباته في قاعة الملاكمة بمسقة رأسه بولاية تيارت لكن اقصاءه من تربوس الفريق الوطني يثير حفظته تربوس ما وسنه تسيس عاما خرش ما ما بتخرج بطل الجزائر دركاتها تكون في الموم فيديرال عندك اللي يضرب عليك تدخل ليك بنص ونال ما عندك اللي يضرب عليك ما تخرج فريق الوطني رأني ذرك جذروا بأجين أنا كنتم مع فريق المولودية جي اس بي مع المدربين تيوي كنتم نطريني معهم مدربه الأول في جمعية الكرمة للملاكمة بمشرع صفاء يستغربه الآخر طريقة الاقصاء أنا مانيش عارف كيفاش عزوز ما عايطولوش كيفاش ما عايطولوش باش يدخل ستعاش مانيش عارف كيفا بصحرانين حاولوا باش هو المولاكم هذا فرض روحه لانه يعرفوه بل حتى المدربين قالوا عليه بان هذا المولاكم رجول فوق الحلبة جمعية الكرمة تحتضن العشرات من محبي المولاكمة قد تخرج منها ابطال كثيرون برزوا في المنتخبين الوطنيين المدني والعسكري ولا تزال في المسار انصاف البطل مطلب كل الملاكمين وعموم سكان مساء صفاء فهل من اهتمام بالنداء؟